في اليوم السابع والأربعين للحرب بنيامين التنياهو يجبر تحت ضغوطات الأهالي على المصادقة على صفقة تبادل الأسرة 150 أسيرة فلسطينية وقاصرا فلسطينيا مقابل 50 رهين إسرائيلية يتم بموجب الصفقة وقف أطلاق النار لأربعة أيام فيها توقف إسرائيل أي حركة طيران لها في سماء غزة لمدة ست ساعات صفقة إسرائيليا توصف بأنها الأفضل ولكن نتنياهو فيها هو الخاسر الأكبر الصفقة بحد ذاتها ستؤثر عن نتنياهو ونتنياهو أيضا متأثر من ما سبق بمعنى الخلافات الداخلية والحزبية والآخرين زائد قضايا الجنائية فكل هذه الحوامل ستتجمع جميعها ضد نتنياهو وستؤثر عليه بشكل كبير وتستسرع في إيقالته أو إستقالته لن تتوقف بتنفيذ هذه الصفقة احتجاجات عائلات الرهائم وتحديدا من بقي من أبنائهم في غزة فالإسرائيليون في معظمهم باتوا ينظرون لناتنياهو على أن فشله في حماية شعبه كرئيس حكومة هو سبب رئيس لأحداث السابعين من أكتوبر فانشغاله في تنفيذ الانقلاب القضائي وخضوعه لضغوطات اليمين الفاشي الذي كرس وحدات جيش كبيرة لتوفير الحماية لهم في المستوطنات وكل ذلك بهدف بقائه السياسي وجهة المنتقدين الآن هي التظاهر للمطالبة بإقالته في الحرب روش ممشلة شبركت الخبراء الإسرائيلية شفوغيه بيطزال ومفقده بأت لخيمة روش ممشلة شعبت أمون بو وبممشلته خيب للخط أخشب المأباك لأداخته الميادية شنيتنياهو خيب لعلوت مدرجة شركاء نتنياهو من اليمين الفاشي سموت رجوع بن جبير لم يدعموا صفقته وذلك يتصق مع بدئهما للحملة الانتخابية بشكل فعلي بعد أن تأكدوا من أن القرار سيحصل على الأغلبية المطلوبة ليمر وما يبدو انفراجا لانتهاء حرب ينظر إليه نتنياهو على أنه نهاية لا يرغب فيها وهي تبعده عن كرسيه ومساعيه لإطالة الحرب تصطدم بمطالبة أهالي الرهائن باستعادة أبنائهم أولا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر